بسم الله الرحمن الرحيم مع كنز عظيم جدا جدا من كنوز السماء لا أعلم أكثر الناس أكثر الناس التي ستسمع الدرس الآن ستقاتل من أجل التنفيذ ما سأقوله في الحديث من أزم الصواب التي سأقوله الآن روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي الأحوص والإمام المستغفري في كتابه فضائل القرآن والإمام الثعلبي من كبار علماء التابعين في كتابه كشف البيان الحديث له طريقان فهو حديث إن شاء الله حديث حسن صحيح طريقة الأول صحاحه ابن حبان من حديث أبي الأحوص والحديث الثاني عن هشام ابن عروة عن أبي عروة ابن الزبير رضا الله عنه عن السيدة عائشة عروة ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة السيدة عائشة بخالة عروة ابن الزبير وسيدة الزبير ابن العوام زوج أسماء أخت السيدة عائشة فعروة ابن الزبير ردل عنه أخو عبدالله ابن الزبير هو روي الحديث فروي الحديث ابن اللي هو هشام ابن عروة ابن الزبير عن عائشة ردل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة البقرة وقال عمران إيمانا واحتسابا جعل الله له يوم القيامة جناحين في رواية منظومين وفي رواية تانية مدرجين بالدر والياقوتي يطيروا بهما يطيروا بهما وسكت في رواية تانية يطيروا بهما على الصلاة أسرع من البرق المعنى واللي بقرأ سورة البقرة سورة أنا عمران إيمانا واحتسابا يعني مؤمن إيمان صحيح بالتوحيد الصحيح بالرب العبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح واحتسابا مصدق بالصلاة الموجود في الحديث ويحتسب الأجر وهو بيعمل الحديث وهو بيعمل الحديث ربنا سيجعله يوم القيامة جناحين منظومين أو مدرجين بالدر والياقوط يطيروا بهما على الصلاة اللي هو أدق من الشعر وأحد من السيف هيدرب علاماتنا جهنم بطولها وطول الصراط كما قال العلماء الصحابة فسيرة خمستاشر ألف سنة هتطير على الصراط هتعدي على الصراط بسرعة أسرع من سرعة البقر فإيه الفضل العظيم فكثير من الناس بيقرأ طبعا الحديث دي قوي حديث نية كتير أو بتاع بكده أنا قلت حضرتكم قبل كده اللي بيقرأ صوت البقرة كل ليلة طب إبن الله سبحانه تعالى بيتوجه بتاجع عظيم في الجنة الجوهرة فيه تطمس نول الشمس جوهرة واحدة فيه أفضل من الدنيا ما فيها طب تطمس نول الشمس واللي يقرأ البقرة وقال له أمران في ليلة الجمعة دي في رواية وفي رواية تانية لكل الليلة فبدا صفحة تعالى بيجعل له نور نوم الخيامة يجعل له نور كما بين في رواية كما بين سبع سماء وسبع أرض في رواية كما بين عجيبة وعروبة معلما قالوا سبع أرض وعروبة سمع سبع والعمائهم قال زي سبع أرض والعرش لما ربنا يديك نور من سبع أرض سمع سمع. ده مش دايق اول حديث ويصححه اكيد. ان يكون معك نور عظيم على الصراط تعدي بيه زي البر. فكتب الناس بيقرأ البقرة كل الليلة. تبركم بها لان فيها سواب عظيم. لا ايه اولا كمان سولة ايه امران. خاصة ليلة الجمعة. خاصة ليلة الجمعة. للفضاء العظيم اللي قتال دلوقتي. نور عظيم من سبع ارض سمع سمع. تاج عظيم في الجنة. وجناحين مدرجين او منظومين بتضر واليقوت تمروا بهم على الصراط كالبرقة. فالعاصر عمل برقة كمان. بسهلي فيش انسان العائل يقدر انه يعمل يعني يتنفس الكلام ده وينافزوش. فياليت. اه كوني سمعني دلوقتي. حاصة الناس اللي موازم على قراءة صوت البقرة كل الليلة. اللي بخليك تقرى البقرة كل الليلة يا رماعكم من الامران. هما دول الزهروين. مرتبطين ببعض الاتنين. الزهروين. ففضل الامران مع البقرة افضل من البقرة الوحدة. لابد انت بتقرى البقرة يا رماعك الامران. ايمانا واحتسابا. ان رب الله سبحانه تعالى يعني يعني يشرفك. رب العمي سبحانه تعالى بجناحين. من الدول واليقوت. مدرجين من الدول واليقوت تطيروا بهم اصرع من البرك على الصراط. وده معنى الوصول. ان تكون من السابقين الى الجنة. من الاسبق السابقين الى الجنة. وصولنا الى الفردوس الاعلى من الجنة. يا ريت كل اللي سمعني دلوقتي. تقوم هذه السنة العظيمة. السنة العظيمة. ان فضله عظيم جدا. بس. ويا ريت ما تنسوش دعوه لي. يعني الناس اللي يدعوه لي. بان يبارك الله تعالى في هدي الدروس وهدي القناة. هتتصل الى ملايين الناس. فاريت انشروا هذا الدرس. ونا رأيكم لكم. حطوكم كل الاحديث. برويات سندها في الوصف. ا murderer This is freely in escuch boats. واصته theirs. شكرا شكرا